في سؤال من أكتر الأسئلة اللي عجبتني من يوم ما نجيت البرنامج ده وأنا أظن سؤال متعلق بفلسفة العقيدة ما معنى أن الدعاء والقدر يتصارع عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولاً إحنا أمة مسلمة قدرية قال الله في سورة الأحزاب وكان أمر الله قادراً مخدوراً وكان ذلك في الكتاب مصطوراً بالطه والإيمان بالقدر كما نعلم جميعاً الركم الثالث من أركان الإيمانيات في قضاء مبرم وفي قضاء معلق القضاء المبرم ده يعني لا يبدل القول لدي حضرتك الله كتب في الأزل وقدر ملمحك خطواتك أكلك شربك زواجك إنجابك أجلك كل ده لا تغير فيه في معلق فسبق في علم الله أن عبد فلان يقدر عليه كذا إلا إذا قال دعاء أو فعل قربة هو بعده يبقى القدر والدعاء يتعالجان لكن إن شاء الله القربة طبعاً مع الأغزة بالسبب بترد القضاء بس بأكد المعلق وليس المبرم ولذلك الناس فيما يتخطأ في حديث صلة الأرحام من أراد أن يؤخر له في أجله ويبارك له في رزقه فليسر رحمه هو هنا مش هيبارك له في أجله أنه هو مقدر يعيش ثمانين هي يعيش مئة لا هو عيش الثمانين لكن يرزق بالبركة طبعاً يبقى يبقى مستمتع بوقته مستمتع بحياته حتى لو بأقل القليل فهنا بيئة البركة ولذلك ربنا في أية الرزق في صورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ما أنشى لفتحنا عليهم أرزاق ممكن أنت يعني عفواً شخص يرزق بمال كساعي بريدي وصلوا الغيره إنما هنا إيه الانتفاع والاستمتاع هو ده المقصود يبقى هنا ربنا يبارك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض طيب إيه هو الخدر المعلق؟ ما أنا قلت لحضرتك مثلاً أي أمثلة في علم الله يعني مثلاً أنت دعيت اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر و كآبة المنظر في المال والأهل والولد وبعدين هذا الدعاء كان في علم الله القديم الأزلي إن فيه تقدير بس معلق إن لقدر الله يحصل تعطيل معين أو حادث لما قلت هذا الدعاء إما أن يصرف الله عنك الصفر و إما أن الله ينجيك من الحادث و إما أنه أصلاً ينسخ هذا الحادث لأن دي بقدر الله لله يعني سبحانه و تعالى أن يمنح و يمنع قد تبال حضرتك فده معلق نفرض مثلاً إنسان الوالدان دعوى له و كان مقدر عليه أن يحصل له شر في هذا اليوم و أبو قال له مثلاً يمكن عفواً كده الله يسهل لك الله يحفظك الله يبارك لك ترجع سالم بيحصل فسبحان الله استجيب هذا الدعاء فمنع النؤزة كان مكتوب يبقى ده كله صور من صور القضاء المعلق الذي بسببه شرع الإسلام الدعاء و قال ربكم ادعوني أستجب لكم و قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء أموخ العبادة معايا حضرتك طيب نحن كنا دائما نقول كده جملة دار جاء لك الدعاء يغير القدر الدعاء يغير القدر اللي معلق الدعاء ربنا المعلق إنما قلت لحضرتك يعني عشان حديث الأرحام يعني الإنسان لما خلاص على وشكا يولد بيرسل الله سبحانه وتعالى ملك بأمر الله بيكتب ما قدره الله من أجله و رزقه و شقي أو سعيد نسأل الله أن يرزقنا الخير يا رب خير